ولكن الحقيقة مرحباً يا ربماً أجت الصيفية وأكثر فروتس العالم تحبه هو البطيخ واليوم سوف نتحدث عن منافع البطيخ وقدامهم نكون ندخله بالأكل خمس منافع أساسية للبطيخ والهناء أول شيء البطيخ يحتوي على كمية ماء مرتفعة 92% وكلنا منعرف أنه بفصل السيف الجسم يكون ديهايدريتد لذلك كتير مهم نكون عم نشرب ماء ونأخذ فروتس فيهن كمية ماء مرتفعة تاني شغلة البطيخ فيه كتير نوتريينتز مثل المانيازوم والبوتاسيوم فيتامين A و فيتامين C وبيعتبر low in calories الشقفة أو الكوب بيحتوي على 46 سعر حرارية تالت شغلة البطيخ بيحتوي على الليكوبان اللي هو نوع من المضاد للأكسادة ومنلاقيه بأكتارية الريد فروتس مثل البندورة الجزر الجريب فروت اللونة بينك والبطيخ الليكوبان هو أنتي كانسير وبيساعدنا على تجنب كذا نوع من الكانسير الرابع شي البطيخ بيعتبر heart healthy food يعني منيح للقلب لأنه بوطي ضغط الدم وبوطي الكوليستيرول وآخر شي كمية الفايبرز والماي الموجودة بالبطيخ بيسهلوا عملية الهدم صحيح البطيخ فيه كمية سكر مرتفعة بس للأشخاص اللي عندهم سكر بقالكم فيكم تتناولوا بأعتدال يعني تقريبا one cup أو one piece as a snack في كتير أشخاص بفكروا أن البطيخ فينا ناخده as a snack وبس بس لا فينا نكون عم نقطعه بالسمودي تبعنا بسلطة الفويكة أو مثل هيدا السلطة اللي أنا حدرتها هون بهيدا السلطة أنا حدرت الركة جبنة الفتة وقطعت البطيخ للألصاص أنا استعملت بلسامك سوس وفيكم نزيدولا مكسرات على الوجه إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هيدا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير أنا أشوفكم في الفيديو أجد باي